تستمر جهود السلطة المحلية بمديرية المعلى برئاسة مدير المدرية فهد المشبق في أعمال تنظيف ما خلفته ضرار السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة حيث تفقد مدير مديرية المعلى أحياء وشوارع حي ردفان وكاسترو بمنطقة الشيخ اسحاق التي تضررت بشكل كبير وخلفت ضحيتين وعدد من الجرحى من أبناء المنطقة جراء السيول الجارفة التي نزلت من أعلى جبل شمسان وسببت أضرار بشرية ومادية بالغة وخلال الزيارة التفاقدية أكد المشبق بأن السلطة المحلية قامت بتشكيل لجنة لحصر كافة الأضرار التي تعرضت لها المديرية وتحديدا منطقة الشيخ اسحاق والأحياء المجاورة لها وضيفا أنه رغم الإمكانيات الشحيحة إلا أننا نعمل بجهود ذاتية إلى جانب الخيرين من أبناء المديرية من أجل رفع كافة المخلفات أن نظر في كافة الأضرار البشرية والمادية والعمل على معالجة ما يمكن إصلاحه وفقا والإمكانيات المحدودة محدودة